اشتركوا في القناة 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 تقرأ لنا الرقم 10 هذا وتخزنه لنا في المتغير width فإذن المتغير width أخذنا هنا أخذنا القيمة 10 هذه وخزنناها في المتغير width هذا هو القيمة 10 جيتنا من المستخدم الآن لاحظ أنه في الجزء هذا الجزء هذا من البرنامج سوينا ما يسمى بالإمبوت زينا نخلق تبع على جنب هنا ونقول هذا هو الإمبوت أو المدخلات هذا هو الجزء الأول نحط رقم 1 هنا هذا هو الجزء الأول من البرنامج اللي هو الإمبوت أو قراءة المدخلات الآن هنا يجينا الجزء الوسطي من البرنامج أو الجزء الثاني وهو رقم 2 نسميه processing أو المعالجة مضبوط اللي هو ينفذ العمليات المطلوبة من البرنامج وسوى هنا الكمبيوتر بكل بساطة طبعا زي ما احنا متعودين عرف variable area من نوع double فجينا هنا عرفنا variable area من نوع double هذا area زينا من نوع double بعد كذا جاء الكمبيوتر وأخذ لنا قيمة length وقيمة القيمة المتغيرين length وwidth زينا قراهم من هنا أخذ قيمة length وأخذ قيمة width وقام وسوى عليهم عملية ضرب فإذن رح نسحب القيمتين هذولي للمعالج لما قلنا هذه الرام أو الذاكرة العشوائية وهذا البروسيسور زينا فإذن رح يسحبهم للمعالج اللي 7.3 في عشرة يسحبهم من هنا مضبوط ثم يضرب تطلع لنا 73 فإذن ياخذ الثلاثة وسبعين هذه الآن ويسندها لأريا زي ما حنا نشوف قدامنا هنا أي بيأخذ النتيجة هذه حقة الإكسبريشن اللي قدامك ويسندها لأريا فإذن ياخذ الثلاثة وسبعين هذه ويسندها لنا لأريا فتطلع قيمة أريا ثلاثة وسبعين فإذن لذلك نسمحنا الجوز هذا processing راح تلاحظ أنه أو خل نكمل أول انتهينا الآن من السطر انتهينا من تنفيذ السطر هذا أخيرا انتهينا من تنفيذ السطر هذا أخيرا نتقل السطر الأخير وهو اللي راح يطبع لنا العبارة اللي قدامك هذه rectangle area يساوي فيجي طبعنا هنا rectangle area يعني مساحة المستطيل تساوي وليس نقطتين تساوي لأنه هنا عندنا يساوي ثم بعد كذا الأوبريتور حق الجامعة هذا راح يسوي لنا عملية concatenation أو عملية رابط بين string اللي هو rectangle area يساوي وبين قيمة area فناخذ قيمة area ما هي قيمة area طبعا نروح هنا نشوف قيمة area اللي 73 فإذن راح يربط قيمة 73 مع الموجود قبل ويطلعنا هنا 73 هذا بالضبط اللي يتم تنفيذ البرنامج والجزء الأخير هذا من البرنامج نسميه الجزء الثالث ونسميه output ثلاثة هو output زين فإذن لاحظن برامجنا تتكون من ثلاث أقسام خصوصا في البداية هنا عندنا input قراءة مدخلات بعد كذا معالجة في البرنامج بعد كذا طباعة مخرجات هذا بالضبط هو برنامج rectangle من أهم الأشياء اللي تعلمنا في البرنامج هذا أول شي تعلمنا كيف نكتب الألغوريثم وقبله تعلمنا كيف نكتب الديالوك زين السامبل الديالوك والألغوريثم ثم بعد كذا الخطوة الثالثة كانت كتابة البرنامج لاحظ أنه البرنامج يشبه كثيرا الألغوريثم زين اللي موجود عندنا يعني إلى حد كبير ممكن يعني لو شفنا الجزء هذا اقرأ طول المستطيل هذا الجزء اقرأ طول المستطيل هو نفسه هذا الجزء الجزء هذا اقرأ عرض المستطيل هو نفسه هذا الجزء والجزء الثالث حسب المساحلي وهذا وأخيرا أطبع اللي هو الجزء الرابع زين فإذن سهل لنا عملية كتابة البرنامج بشكل كبير خلنشوف البرنامج بشكل سريع في الإكليبس هذا هو البرنامج في الإكليبس خلننفذ البرنامج على القل مرة واحدة حتى نشوف خلننفذ right click بعدين run as java application أدخل الطول قلنا 7.3 7.3 زين وأدخل العرض قلنا 10 مساحة المستطيل 73 نعم 73 فاصلة صفر هذا شيء مهم جدا صراحة أنا نسيت لأقوله المفروض أني هنا كنت أكتب هذا شيء مهم جدا المفروض أني لما كتبت الميموري هنا كنت أستخدم فاصلة صفر لأنه double double دائما فيه فاصلة هنا فاصلة صفر وهنا فاصلة صفر زين الدبل مضبوط عدد بفاصلة دائما إذا خزنوا الكمبيوتر يخزنوا بفاصلة وإذا يجا يتعامل هنا دائما يتعامل بفاصلة تمام إذا كان ما فيه فاصلة يعني صار كذا يحط لك فاصلة صفر هذا شيء مهم جدا 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 في الدبل فإذن لما تقول لي هل العشرة انت تساوي العشرة double مضبوط لا العشرة ما يكون فيه فاصلة بينهم العشرة double تكون عشرة فاصلة صفر في فرق بين الأثنين مع أنهم كلهم متشابهين واضح؟ فإذن الكمبيوتر يخزنهم بطريقة مختلفة واحد يحط له فاصلة الثاني ما يحط له فاصلة فإذن هذا هو البرنامج تم تنفيذ وتمنى أنك تكون نفذت برنامج إذا ما كنت قبل كتبت ورينج نفذت الآن سكر الفيديو رح نفذ البرنامج وبعد كده أرجع للفيديو وشيك على إذا كان برنامجك مشابه للبرنامج اللي كتبنا هذا هو نختم هذا هو شكل البرنامج النهائي